سلام الله عليكم أخواتي الكريمات مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أم ريحنا وعمران للتداوي بالأعشاب الطبيعي فيديو اليوم بإذن الله تعالى هو وصفة لتنزيل الدورة الشهرية المنقطعة أيضا تنظيم الحيض المتقطعة وتنظيم الهرمونات الأنتوية يعني هرمونات الإستروجين تسهل وصفتنا اليوم الإخصاب والحمل وتقضي تماما على أكياس المبايد لأننا إذا تحدثنا عن الخلل الهرموني فنحن لسنا بعيدين عن أكياس المبايد والتديين إذن نمر لمكونات وصفتنا اليوم والتي سنحتاج فيها إلى مكون واحد أساسي وهو القس الهندي وهذا شكله ومن الأفضل شرائه بهذا الشكل ثم نقوم بطحنه في المنزل هو صعب صراحة في المنزل لكن من الأحسن أن يتم شرائه وطحنه المرة الأولى في الهون ثم يعاد طحنه في طحانة الكهربائية لأنه إذا كان قديم لا يكون فعال للعلاج القس الهندي أخوات الكريمات ينظم الهرمونات وإذا ضبطت الهرمونات سهل الحمل وارتفعت نسبة الخصوبة لدى النساء سأقوم بطحنه وغربلتي حتى الحصول على بودرة ناعمة بهذا الشكل أخذ منها مقدار ملعقة صغيرة وأضعها في كوب ثم أضيف لها ملعقة صغيرة من عسل النحل ثم أضيف لهم أيضا الماء المغلي وأخلط المكونات جيدا ثم أترك المشروب ينقع لمدة 15 دقيقة ثم يشرب صباحا على الريق لمدة 15 يوما متتالية وبعدها نتوقف في حال إذا نزلت الحيض أو الدورة الشهرية ونحن نشرب الوصفة يعني أثناء الخمسة عشر يوما نتوقف مباشرة عن شرب الوصفة في فترة الدورة الشهرية وننتظر حتى تنتهي الدورة بيومين ثم نعيد شرب الوصفة لأنظم الهرمونات وأنظم دورة الشهرية كانت هذه أخوات الكريمات وصفتنا اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم إذن لكل من استفاد من الفيديو ألمرجو دعم هذا المحتوى بلايك أخوات الكريمات ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة واتركوا تعليق ولو بنقطة ليظهر الفيديو للآخرين كدعم منكم لأنني وبكل صراحة من قلة الدعم أصبحت أفكر في تغيير محتوى القناة مع أنني أتعمد أن أمدكم بالمعلومة والإفادة في وقت وجيس ولا أفكر في تطويل الفيديوهات بكثرة الكلام بدون فائدة إذن إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة فاضغط على زر الاشتراك فضلا وليس أمرا وفعل الجرس لتتوصل بجديد الفيديوهات شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا على المتابعة